اشتركوا في القناة انا كيمو فين الشاي بتاعيات جاهز ومالزبط ومالسان الشريبة لا قل اذا كيمو عمي ملقاش عندك عدة محمول متكمرة انت تؤمر عمي بس بقولك ايه عايزة فابورخيص حاجة يعني تمشي الحلوة خلاص بس اما حاجة تكون شغلة ويكون معا خط كمان اعتبره حاصل ايوه جاي هو النظام مش هللقت رزقنا؟ ولا النهاردة هنبلط في الخط لا يا ابا النهاردة كم جاية وبكرة بقى ربنا سهل ونعمل شغلة على تيل قوي اه شغلة ايه؟ اصبر على رزقك تنقول ازيل هاكلعنا بقى خمزة كده لما علمها انشراح هاقلص معا مصلحة السخان وارد على طول مقضية بإذن الله ايه زيل الجتعة ده من سعب بخرج بالسجن وحلو بتشاقل او الله يا بركة شاقل على الاخر يا رياس يا حربي يعني جاي رجله واره ورجله قدام اللي شوفك رايح يفتكرك جاي ما هي الدنيا كده يا معلم يا بضايا يوم ليك ويوم عليك بإذن الله أيامك كلها عليك وببركة دعاك هتبقى عليك وعليك يا معلم بالإذن الحبيبي إذنك معاك يا عنك يا معلمة عنك ايه ودي حربي انت مازلتش الشغل النهاردة ولا ايه بصراحة معلمة الشغل اللي كده منعمله معاك ده معاكش جايب حمو اه ليك مزاك بقى تسيب شغل الخردة معاك بالعكس يا معلمة ده احنا رجالتك وما نضرش نستغنى عنك ابدا بس الغرض يعني ان احنا نعمل معاك شغل على كبير شوية كبير اه كبير يا ابو كبير اوعي الوقت تكون خارج من السجن وعقلك وزك انك تعمل نصبايا ما تختارش غيري دهنا القبلة القبلة بتاعت المنطقة دي كلها وست ستات الحتة واكدر معلمة فيك يا مصر وما حدش اقدر ادستك على طرف كمان اثر عايز تقول ايه غرض يعني ان انا عايز منك كبير لما جبلك شغل كبير فل الفل والغاية هنا هنك تشتري مننا يعني بما يرضى الله بالغير المعلم ابدايا ميكفز بالارض زي ما بيعمل كل مرة هو انت يا ابني مش جبتلي شغلة قبل كده وانا نضيتك حصل يا معلمة بس الغرض انه يمشي كده على طول ماشي روح يسرح النهاردة وهاتلي بضع فل الفل وحرديك خلينا وراك لغيت ما نشوف اخرتها المية تكدب الغطاس طب يلا اتكل على الله ولمنشوف ايدك بعلم اياه بقى مارت ايه اصطباح علينا بالعربية وبيخصموهم مني مهوش معول يعني معلمة واحد طويل عريص زيه هينصب عليك في بيك جنيه لما نشوف اخرتها والمية تكدب الغطاس مية جنيه ايه ما عاش ولا كان اللي يكدب عليك يا معلمة وبكرة اتعرف ان حرب المهدي قدك المتو بالإذن بقى سلامة يا بضايا غلط اكبر غلط يا برنسيسا شكله كده بيأكل بعقلك كنافة بايتها انا ليا نظرة في الرجالة ونظرتي ما بتخبش ابدا ونظرتي بتقول ان الودة دماغه نظيفة وحيشتغل ويجيب بداعة كويسة نظرتك هتخيب يا برنسيسا دول عائل هاتي ما يجيش من وراهم غير النواش والسك العفش انت بتكراهم ومش نزلين لك من زور ومش طيقهم بس العائل دي حتنفعنا قوي وقلتلك بقى بط القلق وما تقلقناش وقلت قبل كده كتير المصلحة ما بتحبش القلق كان عايز مني كيب نلعش قرده عبدا دا كان جايبلي الهدوم اللي نسيتها في الكافتاري والله وريني ما تداكيش فلوس يا بيت ما تدنيش حاجة يا حلولي يعني انت معشفارة صدقيا عالاخر لا بص يا اختي الحال دا ما يلزميش حكاية انك تقعد في البيت من غير لشغلة ولا مشغلة ماليش دعوة ما تلزمنيش انا حشيع ابو كمان ناجمة عالمعلم ابا ضايا يعجل بالجوازة وخير البر عاجله بر انهي بر دا ان شاء الله اللي خلينا اتجاوز وحد زي ابا ضايا البلطاجي المعفن دا بر ايه اللي انت بتتكلمي عنه يا بنت بدل قعدتك من غير لشغلة ولا مشغلة اهو يدينا قدشين ينفعونا في الزمن اللي اخبر دا قولي كده بقا انت همك كله عالفلوس لكن بنا قدمة زاية الدفن بالحيا مع بنا قدم معفن جربوع زاية دا ولا فرق معاك في حاجة طبعا ابا ضايا معفن يا اختيبتي الطولي دا ابا ضايا طول بعارد جادة 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 ما دام هو جادة كده ما اتجاوزتهش انت ليه دا قلل تلقى دا براسي انت مركيش ضرب عليا يا ستانتي انت فهمة؟ يا وليا يا عرشان يا معفنة انا عرشان يا بنت الكلب يا معفنة انا بولا مش كلب فقديني سيبهارك مخطرش معيبي تعالي ايه اه اه هو في ايه هو في ايه ما شدش عمائل المفعوصة بنتك ايه اللي حصل بالزبط اللي حصل ان بنتك زقاتني وده انا بنت لي كمان عايز اتقعد في البيت يا نمي ستاة تيتا واحنا نحبط رأسنا في الحيط بقولك ايه ده لعب انتك ده ميمشوش علي انا الحال ده ميمزمنيش وحية ده لنا رايحة لابضاي ومتفق معي تجوزها الاسبوع اللي جاي ده في الداي حصلي دنيا ما لقيتش غير دنيا حاربي دنيا طع دنيا والسن دنيا ما لها دنيا زي يا ابني البت دي ما تجيش من وراها اي مصلحة دي من ساعة ما ثابت الحتة وهي رابيتنا كلنا ولا ظهرها حتى بوها اقولك على حاجة مرة روحت لها عشان مصلحة رجعت من عندها وقفايا امر عيش يا ابني انت بالنسبة لها ولا حاجة يا زين لكن انا حاجة تانية وقالا هتعبر اللي خلي فوق وبكرة تشوف وبكرة مفيش عرب منه وبعدين زي ما قلتلك العطشان يكسر القل وانا كسرتها النهاردة وبكرة بقى المياه تنزل وتجرقنا عشان مبليس في الجنة يا خوي يا زين يا زين حبيبي بطل تشاعه متفاعل عشاك خطري والله يا بكرة ترق وتحلق وزيبها على البركة لا يا حربي تنده لا يا بارك نام انت حبيبي نام حربي بينده على بركة تانية غيرك قول يا رب بس انت يا بارك يا رب مش قلتلك والله بكرة ترق وتحلق يتقطع لسانها وتتشك في قلبها الولية الحربية دي والنبي هنا بصدق عايزة تجوزك للمعاف ان الاسمه ابا دايا والحكاية صاحبة كافاتيريا اله يا رب تتفضح رمتك قادر يا كريم شفت يا دنيا اللي بيحصل لي انا مبقيتش عارفة تصرف ازاي انا تبهدلت قوي يا دنيا مش عارفة عمليه بجابت سيبك منهم خلهم يغروا كلهم اله يا رب يناموا ما يسكوا هي وهو وهو ها جمعاء انا اللي خايفة علي ابو يا انا خايفة ابو ضيق زي ابو ضيق دا نابو ازرق نابو ازرق دا ايه ياختي دا كلامه بس دا لو حد شغط فيه يجيب ورا ويسكت فكرة كده يعني يا دنيا انا عارفة يا اختي من وانا ايه نم نمى قد كده هو خيال ما قادة بيخوفوا بالعيالة الصغيرة يعني تي رأيك كده رأيي دلوقتي انك تقوم تخسيلي وشك وابتكي قمسنا من عندي تلبسيه تكلي لقمة وتخشك نامي لحد ما روح اشوف شغلي واركة خلاص ولي في الخير يا اختي ربنا يقدمه اهلا اهلا يا رشوان يا راجل عشبين شافر انت ماتعنا ولا ايه وانا اقدر استهنى عنكو انت عارف ان انا مليش في الدوشة بتاعيكو دي ما عارفش اعرف في الزيتة او الزنبليطة كباري بقى اسمه ناية كلاب يا رشوان ناية كلاب اقولي يا رشوان وايه اللي حصل بينكو من الولية دي اللي اسمه اهلا المعلمة انشراها الله انت الحية تبقى تعرف انت عارف مفيش حاجة تجربة في الزوب ايه لازم عارفها انا اسمعتهم بيقولوا انها طردت في الجنتك وهزيتهم صحي الكلام ده رشوان دولية مجنونة وعازة اطعرها بيتها طب وهو حنفي معرفش يصرف معها حنفي كان ممكن يفلى الوكالة كلها ويوديها وراء الشمس ويقولوا بس عارف اتصل بي وقال ان فيه بتاعها جاية مرضي تشعمل شوصار عاجل عاجل يا اخوة يا عاجل واضح كل سدان فوت ايه الموضوع عارف لي اتصل بي وقال ان البشر كبير حيتصل بينا الظهاردة الساعة 12 بالليل الزهر في عملية كبيرة طب جايبيني من الساعة 10 الليل وعاشتني يا اخي عاشتنا جلنا نجوي ده مع بعضين اه اتصلوا يعني وانا حجزتلكوا احلى طرابيزة على المستعدة يا راي عزام ما انت عارف ان انا مليش في جاو الكباريهات ده ليه ما قالوا الجاو ده ما قالوا الجاو ده ثلاثة بالله العظيم انت مالك في الطيب نصيب الطيب بس ابناولك انت سعانطر يعني احنا هنبطل قاعدين بوز نبوز بعض كده ايه نطلع على العوامة ننجو عد شوية يعني رتاح اه ونبسط شوية يعني وانا موت في الانبساط وانا موت بس على شرط عزام شوف لانا حاجة طريقة يعني عشان ما احنا داعدين ايه تبقى الدنيا الطراوة يعني طريقة أستردونيا حبيبي عزام فابني انت والله والله العظيم انت اللي بينه وحبيبي موسيقى 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 نعناه الجنينة بزق في حيضان شجار المسترح جاري يا توتي انت اتأخرت قوي كده ليه انت قلت لي خمس دقيق بس فعلش فعلش يا جوافة يا جوافة بيستكاو ما انت عارف رشبالي وعزام جلبوني راسي لكن انت لو لو يعني مشتاق برات انا مشتاق فداني بحال استنى بس يا توتي انت مستعجل قوي كده ليه امر مستدى ايه اصلي يعني كنت عايز اقولك على حاجة كده في الامر وين ده وقته ايوه هو ده وقته ولا انت بقى هتكسفني من اول ما عايش ما عايش ولا كان اللي يكسفك يا جوافة يا مستكاو طلباتك كلها مجابة على عين ورأسي ما ده بقى العشب يا روح قلبي الجوافة من جوه يعني ايه تفشت يا راجل يا شنيب انت ايه ما تفشتش يا معلم ايه بس يا ما راجعتش البيت من امبرح بالليل بقولك ايه فوقك منك اش العيفش ده وما تعملهمش علي وديت البيت فين واربتوه على فين